كأشياء فضلت الدكتور مازال مدلس علينا فيها مثلا يقولون تزوير من أجل الحصول على الحق يعني مثلا رجل يتقدم الوظيفة ويحتاج إلى شهادة مثلا في التربية الرياضية أو شهادة خبرة فأنا أقوم له بهذه الخدمة لأني أفتح له بيتا وسيرزق أولاده تفتح له بيتا يقام على حرام يقام على حرام ما أدى إلى حرام حتى لو لم يضر أحد لا 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 ما يقولون هو لا ضرر لأن أنت دلست على من؟ على صاحب المؤسسة نعم يعني بلاي خليك اخلب المسألة يعني اخلب الموضوع خليك أنت صاحب المؤسسة واكتشفت أن هذا الرجل لم يعمل خبيرا في مجال التربية الرياضية أو التعليم هذا لمدة العشر سنوات التي جاء بها وعطيتها وأنت شاد خليك أنت صاحب المؤسسة ولا هو يعني ما يحل في الغير خدعاني وضحك عليه ده حتى في الإسلام ولا تخل من خانك ده العلماء والله يجد تفاته مرة امرأة فاضلة تعمل في المجتمع عملا فأعطوها جائزة مميزة وزرتها بعض أخوات لها غابت الجائزة الموضوع على وذهبت لنزيارة صديقة لها أكثر منها ثراء وأكثر منها مالا وجاها وجدت عندها يا الله فتسألني وهي عندها وهي ضيفة هل يحق لي أن أخذها وهي متأقنة أنا نفسه احترت في إجابة ولا تأخذ من خانك طب يطرع تأخذها لا تأخذها طب ربما تشابه البقرة علينا يعني يعني فأحيانا ينتقع في مطاب كبير نعم وانظر إلى هذه الدرجة يعني هو بقى بإثمه يلا سبحانه أخذ مني أخذ مني عرض من عرض الدنيا أخذ منه حسنات يوم القيامة ربما هي التي تنجين نعم نسيحنا لا لا نعرف قضية المسامحة والتصاريح والسبحانه لا 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 رد الإساءة بالإساءة لا 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 لكن يعني هناك من يقول أيضا أن يعني لن أضر أحدا وهذه أوراق تعتبر يعني وخلاص وإذا تعودت على هذا خلاص انتشرت الفساد في المجتمع نعم ما شاهدت الزور أن تعطيه يعني ما لا يستحق يعني ما لا يستحق تعطيه شيئا ليس من حق نعم لا يدخل عليه مال حرام نعم راتبه كله حرام مبني على حرام نعم على